بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الأربعاء الموافق 25-03-2020 معكم الدكتور رعد الخطيب من قسم علوم الحاسوب بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة اليارموك راح نقدم محاضرة التعليم عن بعد لمساق CS110 وهو البرمجة بلغة الـ Visual Basic لطلاب كليات الطب والصيدلة والعلوم موضوعنا اليوم راح يكون عن الـ F-statement والـ Select Case Statement أو الـ F-Blocks والـ Select Block هذول الموضوعين هم من الـ Chapter الثالث Chapter 3 اللي هو الـ Decision بمادة CS110 Visual Basic راحين مباشرة نعمل مراجعة للـ F-statement بخمس دقائق لأنه أخذنا الدرس كمراجعة راحين نعمل كيف بنا نشغل البرمجية برمجية الـ Visual Basic 2010 موجودة بعد إمتى ما تنزلها على جهازك بمجلد اسمه Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio تفتحه بيظهر عندنا إشارة المالة نهاية اللي هي Microsoft Visual Basic 2010 لما أنت تيجي تشغلها بيظهر عندنا النافذة تاعت البرنامج الرئيسية منها بتشغل وبتنفذ وبتنسج وبتنشئ الـ New Project عند انشاك الـ New Project بدك تتأكد انك انت اخترت لغة الـ Visual Basic واخترت الـ Visual Basic التابعة للـ Windows والـ Windows Form Application وهونا بدك تسمي الـ Project خلينا نسمي الـ Project اليوم مثلاً Class عن الـ F Class عن الـ F وـ Select Case بتاريخ خمسة وعشرين ثلاث ألفين وعشرين سيف رح هو ينشئ لك الفورم الرئيسي اللي انت بترسم عليه وبتنشئ عليه الأيقونات الرئيسية لو عملنا Puttun عملنا مباشرة تيكست بوكس رقم واحد تيكست بوكس رقم اثنين وتيكست بوكس رقم ثلاث الآن بدنا ننشئ Labels بش هنعرف كل تيكست بوكس شو رح نعبي فيه Label 1 Label 2 رح نسمي Label 1 من الـ Properties من هون من عدل اسم الـ Label مثلا بنحكي انه هاي علامة المد مد مارك بصير اسمها مد مارك خلينا ننشطب هاي اي هون كوبي بيست هون فاينال مارك عساس انه طالب بنندخله العلامات فاينال مارك وهون النتيجة النهائية اللي هي توتل كوبي بيست توتل توتل بالنهائي هون ممكن احنا كمان ننضيف مثلا اسم الطالب ورقمه ننضيف عليهم اسم الطالب ورقمه بالبداية هون مثلا نسمي هاي الـ ID number ونسمي هاي للـ student name تكونوا مرتبين تقريبا الآن عملية التنفيذ لهذا المشروع كان نكبر الفورم مشان يتسع لكل التفاصيل الآن لو كبرنا كمان خط اللي موجود الظاهر عساس تكون الخطوط واضحة للجميع لو كبرنا بخط 16 بدها إعادة الترتيب لأنه عند تكبير الخط بتغير شكل الأيقونات هاي مثلا هون سنعطيها مسافة أكثر سنعطيها مسافة أكثر سنعطيها مسافة أكثر كل طالب بيقدر يزبط الديزاين زي ما بده هاي علامة المد خليها هون وهاي علامة الفاينل خليها هون وهاي علامة الفاينل خليها هون احنا مش بيصدد انه احنا نزبط التنسيقات بس خلينا نظغر خط اللابل شوي عساس يكون مش مزعج كثير نعمله 12 يكون يعني نوعا ما متناسب مع شكل الأيقونات اللي احنا رسمناها فتقريبا واضح البرنامج شو رح يعمل رح يطلب من مدرس المساق انه يدخل علامة المد على أساس انه العلامة هي جزئين علامة المد من خمسين وعلامة الفاينل من خمسين ويطلب لنا التوتل التوتل بالإف ستيتمنت رح يحسبها هون بدنا نسمي البوتون هاض نسميه مثلا كومبيوت التوتل احسب التوتل الآن لو عملنا رن لهذا المشروع رح يطلب مننا ان ندخل رقم الطالب 2019-80 اسمه مثلا راعد وعلامته المد مثلا 42 علامة الفاينل 40 الآن المجموع رح يكون كم رح يكون 82 طبعا لغاية الان ما برمجناش من روع شاشة البرمجة ونبرمجها دعونا نكبر المنبر الاسم ليس مشكلة هون بالكمبيوت توتل مروا على الكود اللي بالكمبيوت توتل كيف مننا نبرمج هاي الجزئية هي عبارة عن سب بروسيجرز أو سب ميثود لالكليك بوتون إذا منشاهد هون بالأخير هي عندما تعمل كليك على البوتون بتتم تنفيذ البروسيجر اللي موجود داخل هذا الجزء من البرنامج والبرنامج كله تابع لالفورم ون اللي احنا صممنا عليه ديسان الآن منحكينه لو رجعنا هاي اسمها البرمجة تكست بوكس ون اللي فيها رقم الطالب تكست بوكس تو فيها اسم الطالب تكست بوكس ثري هاي اللي بدنا إياها أو عفوا تكست بوكس فايف وهون فور وهون ثري خلينا نجيب ثري ده هون نطلع فايف لهون مشان نكونوا متناغمات بالاسم تكست بوكس ثري رح يكون فيها المد تكست بوكس فور رح يكون فيها الفاينل والتوتل رح نحسبه بالتكست بوكس فايف فور إذن ثري فور وفايف اللي بنركز عليهم بالبرمجة بدنا نقولهم بدنا نعرف متغير اسمه المد as double وتعريف المتغيرات أخذناه الآن المد علامة المد رح تساوي رح تساوي الاشي اللي بدخله الاند يوزر بالتكست بوكس ثري حكينا تكست بوكس ثري dot text هو الاشي اللي بدخله الاند يوزر بالتكست بوكس ثري هو المد نرجع له هون كمان مرة هاي تكست بوكس ثري اسمها هاي تكست بوكس ثري الرقم اللي بدخله المدرس بهاي هو علامة المد نرجع للكود إذن حصلنا على المد من التكست بوكس ثري طبعا حكينا لازم نعمله convert to integer لأنه الارقام رح تيجي على شكل أحرف فمنعمله convert to integer أو convert to double to double convert to double شو في ناس بتكتب على هذا في إشي في الصوت آه في الصوت بدك أن تشوف السماعة الكل مش سامع الصوت أنا برسل صوت للكل في أحدا سامعني فتح السماعة وقل لك سامعني اكثر صوت واضح صوت واضح اللي بكتب أن الصوت مش واسل آه من عنده من السميكر من عنده يفتح السميكر يفتح السماعة عنده طيح إحنا رايحين على كلهم إحنا قاعدين منسجل رايحين كل التسجيل المحاضرة نوضعه على قناة الكلي ونبعث لكم الرابط عساس تتفرجوا عليها كمان برقا الآن حصلنا على علامة المد من الايقونة تابعة التكستبوكس 3 نحصل مباشرة على علامة الفاينل بنفس الأسلوب منعرف متغير اسمه فاينل ونأخذ العلامة اللي موجودة بالتكستبوكس 4 كيف؟ هاي التكستبوكس 4 تكستبوكس 4 راح نأخذ العلامة اللي بكتبها المدرسون ونخزنها بمتغير اسمه فاينل طيب الآن إحنا جاهزين نحسب التوتل التوتل طبعا منعرف توتل دم توتل as double والتوتل راح تساوي العلامة اللي حصلنا عليها اللي هي المد زائد الفاينل حصلنا على التوتل الآن ضل إنه نعمل له output على التكستبوكس 5 نحكي له بالعكس الآن التكستبوكس 5 التكستبوكس 5 dot text راح يساوي التوتل نجرب البرنامج إذن واضح إنه عرفنا مد كمتغير حصلنا على العلامة اللي بدخلها بتكستبوكس 3 بتكستبوكس 4 راحطيناها بالفاينل وحسبنا التوتل حسبة بأريثمتي كوبريشن عملية جمع بسيطة الآن لو طلبنا من الـ يدخل العلامات بدخلهم بالشكل التالي هاي مثلا رقمه الجامعي 2019-80 اسمه اسمه رعد وعلامته الأولى مثلا حكينا 42 علامته الثانية علامته الثانية هون أربعين واجينا حسبنا رحسبة 82 أنظر في معضلة إنه بقدر الطالب من خلال هذا المشروع إنه يعدل علامته حطه تسعين حكينا الآن ما منسمح للطالب إنه يعدل علامته منيجي على التوتل النهائي منيحكي له هذا التوتل النهائي من مواصفاته إنه ريد أولي على المواصفات ريد أولي ريد أولي بترو فبصير رمادي شكلها شوية نقدر إحنا نعدل شكلها مش مشكلة الباكي جراوند مثلا نقدر نعدل شكلها للون خلينا نأخذ لون مقالف شوية مثلا نأخذ اللون الأصفر العادي الآن ما صار في مجال إنه يعدل هاي هنا رقمه الجامعي اسمه وعلامته الأولى وعلامته الثانية اللي هي أربعين أوكي بحسبها بقدرش عدلها ما بقدر عدلها لأنه عملنا له ريد قول لي بترو الآن بدنا نستخدم الـ نعطيه إنه ناجح ولا راسب كوبي بيست بدنا بالديزاين هون نقول له بالديزاين هون نحكي له بدنا هون النتيجة الـ result نجي نقول له هذا مش total هذا الـ result طب شو result يا إما ناجح يا إما راسب بنا هون نقول له pass أو fail هاي الـ if statement هذا شخص له الـ if statement وإحنا كطلاب بكالوريوس عندنا الأكبر من أو يساوي 50 هي علامة النجاح من 50 إلى 100 إذا حصل الطالب 50 بيكون ناجح وهكذا حسب الدقري اللي هو ما خرهم الآن منعطيه بالـ if لاحظ الـ if انبنت الـ if بلوك كاملة أعطاني then وend if لوحده الآن جوية هاية بقول له بالtextbox 6 اللي إحنا أضفناه جديد dot text اكتب له إنك انت بس لأنه جاهب بس في المساء run 2019 راعد وهي هون مثلا 40 42 هون 40 أوكي بيجي بحسب 82 بكتب له pass الآن وين المشكلة لو أعطيناه هنا 11 وبالثاني جاب 22 طبعا ما بيجيب لفيل ظلت الباس القديمة كمنا نبني fail بالelse else else بنكتب له إنك أنت fail لا سمح الله يعني إنه هو رسب بالمادة وفيل وتراي again هاي الف ستيتمنت بشكل سريع هيوك بيكون برنامجنا متكامل هاي 2019 هي عبارة عن مراجعة سريعة لل الف ستيتمنت أساس نتذكر قبل ما رو على السليك ستيتمنت هاي راعد هاي علامة الفيرست هاي علامة السكن وتراي هاي الف ستيتمنت خلينا نروح مباشرة إلى السليك كيس هي مراجعة الف ستيتمنت الف ستيتمنت طبقنا عليها تمارين كثير بالمحاضرة بالكلاس بالجامعة الآن الآن نتذكر إذا الشرط إذا الشرط إذا الشرط الأول خط نرجع للآن لدرسنا درسي اليوم الرئيسي اللي هو السليك كيس السليك كيس السليك كيس هي شبيهة بال الف ستيتمنت السليك كيس خلينا نخذ التمرين مباشر أو نطبق عليها فهنا بيحكي إنه في عندي أنا position واحد اثنين ثلاث الآن الposition هاض إنت بتدخله بال التكس بوك سون إذا دخلت واحد بروح بالسليك كيس مبنية على سليك وكل فاليو منها بروح على الفاليو مباشرة اثنين رح يجي لهون مباشرة رح يترك الجزء الأول بيجي على اثنين اثنين بيجي بكتبع لي بالا place واحد وين إذا إنت دخلت لهون واحد وين بعملها convert to integer خلينا نبني هذا التمرين عساس نفهمه الأجزاء الرئيسية لجملة السليك هي السليك كيس بدايت انت سليك نهايت وال values اللي كيس 1 كيس 2 كيس 3 كيس 4 5 مثلا بجزء 2 4 5 يعطي النفس القيمة وغير ذلك إذا دخلت قيمة 0 1 أو أكثر من 5 6 7 وروح من 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 ندخل القيم من من التكست بوكس 1 فإذا نحن نرجع لبرنامجنا نحن على الدسكتوب بدأ اختار الدسكتوب أوكي وأنا مسمي select case save الآن لو اطلعنا على الدسكتوب في عندي فولدر اسمه classf select خلينا نعمل الآن project جديد a new project windows windows form application select case بتاريخ 25 3 2020 save رح نبني إحنا الآن button واحد رح نبني تكست بوكس واحد ورح نبني تكست بوكس تاني للoutput هون الselect كيس رح نبني ها ب button خلينا نكبر حجم هون شوية أساس نشوف الbutton تاعت الselect case شو رح نبني بيها رح نطلب منه يدخل قيمة position dim position as integer الان بيحكي لك select case حسب قيمة position برو على values حسب selectors برو على values فخلينا نأخذ المباشرة نبني بالselect case فإذن انتبع عندي لما نحن نقوله select case ونعطيه selector اللي هو position هاي position نتعرف علي ونعطيه enter رح يعطينا end للselect مباشرة سكر الblock تبع select case مع end زي ما كنا نعمل if then يعطينا else الend if مباشرة الآن ننبلش بالcase إذا كانت واحد لاحظ يقولك إذا كانت واحد راح انت تشتغل شغال معين مثلا بالtext box 2 .text انت بقوله اطبع لي انك وين ربحان إذن إذا كانت القيم اللي انت مدخلها واحد راح يطبع لي وين 2 راح يطبع لي شو هو 2 place ثاني راح انا اوصل الى الآن حكينا select case بتبلش بكلمة select case بتضع فيها selector بناء على قيمة selector راح يروح على الجزء المخصص له الآن لو حكينا انه كمان هون ننفذ البرنامج select case int select وكل value تيجي لهون لو يجينا نفذنا البرنامج البرنامج بحكي لك دخل القيمة لو دخلنا واحد راح يعطينا وين لو دخلنا اثنين راح يعطينا لو دخلنا اربعة ما راح يعطينا اشي راح تضل القيم النهائية لش لانه لغاية ما كمن البرنامج لغير القيم هاي يعني لو انه يجينا قلنا له هون الفاليو ثلاث وأربعة وخمسة اذا دخلت انت ثلاث وأربعة وخمسة اوكي مثلا هو شو كنت بنا هون بالسلايدات مثلا almost the money او اوكي مش بشكلة اي شي خليها اوكي طبعا غير ذلك ممكن انه الواحد يدخل قيم غير ذلك إلا هي بـ else case else case else غير ذلك try again نشكون ايوه الان بهذا الاسلوب select case انت حصرت كل القيم اللي ممكن يدخلها ال end user اذا دخل واحد بتعطيه القيمة هاي انه رابع اذا دخل اثنين بتعطيه place انت بمكانك مثلا ثلاثة واربعة وخمسة اوكي يعني جبت اشي مقبول بس انه ما رح تربح غير ذلك try again لانا فرضينها لعبة يعني احنا قاعدين نصمم باللعبة بالcase statement اذا تلاحظ انه عملية الاختيار الاختيار بتختلف شوي عن الف statement لكن مشابهة اذا كانت قيمة هاي بتروح لهون اذا كانت قيمة هاي اثنين بتروح لهون اذا كانت واحد بتروح لهون نفذ في شغلة بدي اضيفة انا هون ممكن انا احكي له مثلا textbox 3 خلينا نضع textbox 3 نرسم بعد شوي .text يساوي u when مثلا عساس انه ربح يعني بصير انه احنا نحط جمال متعددة بالvalue هاي بس خلينا نرسم textbox الثالث هون textbox 2 textbox 2 اللي بتطلع بين النتيجة وهي textbox 3 هون فالآن لو جينا نفذنا البرنامج جينا يكمل فيديو من حضرة الأولى اعطينا واحد اعطينا عفونا اثنين رح يطبع لنا place ليش نرجع للكون كمان مرح لأن اثنين مش رح ننفذ غير هاي لاحظوا اثنين ما رح ننفذ غير هاي لكن لو عطينا one رح ننفذ هاي وهاي الجملتين هذون فإذا لو كان أربع خمس جمل عذر من الجمل بناء على القيمة تبعت الواحد رح ننفذ ه لاحظ ننفذ when وننفذ oh you when خلينا نكبر الديزاين تاعتها لأنه فيها جملة كبيرة مثلا هاي run كمان مرة لو اعطينا هون نرجع لش صفحة الكود ونشوف الكود مع رح لو اعطينا مثلا ثلاثة او اربعة او خمسة خلينا نعطي اربعة رح يجيب لنا او كي فقط لأنه ما رح ينفذ غير هاي الآن لو اعطينا مثلا ناقص تسعة رح يعطيني try again لأنه غير ذلك هاي قيمة مش مقبولة لا هي بالواحد ولا والثنين ولا والثلاث ولا والأربعة فإذن احصلنا الرينجات كل عادتها بدل اكبر منه أصغر منه بالطريقة هاي لو عطينا واحد كمان مرة رح يعطيني when نفذ هاي ورح يعطيني كمان الجملة الثانية هذا بدلك على أنه ممكن أنت بنفس الvalue للسلكتور تنفذ أكثر من جملة خلينا نرجع الآن بعد ما فهمنا السلكت كيس كيف تنبني كمان مرة مراجعة هون السلكت كيس بتبلش البلوك تاع السلكت كيس بسلكت كيس مع السلكتور كيف رح تكون قيمته بناء على قيمته هو بيقرر وين روح على الvalue الأولى ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابعة ولا غير ذلك إذا عطي قيم غير ذلك من فيدو أي استفسار على درس اليوم اللي هو السلكت كيس قبل ما نستمر بالأمثل عليها في حدا إلو استفسار معنا في حدا إلو سؤال على السلكت كيس كيف ممكن تشتغل شو الأجزاء الرئيسية لها آمين بدي يسأل إذا ما حدا بدي يسأل ما يستمر بالأمثل الثاني طح خلي نستمر بالأمثل الثاني أي واحد عنده سؤال يفتح السماعة من عنده المايكروفون ويحكي في مثال ثاني خلي نشوف كل الجوانب هذا نفس المثال بيحكي إنه هذا selector هاي الvalue list نفس المثال هنا الآن طور على select كيس جزئية جديدة بيحكي بما إنه في فترة 1 و2 و3 نقدر نكتبها قبل شوية مثلا كتبنا بالكود الفترة 3 و4 و5 بيحكي إنه ممكن تكتبها بالشكل التالي هاي أحد النقاط المتقدمة من 3 إلى 5 يعني 3 included و4 included و5 included في ناس بنسوا المايكروفون شغال إذا هذا ممكن إذا ما كتبش تحكي خلاص سكر المايكروفون بيحكي عن هاي الجزئية بيحكي إنه ممكن أنت على شكل فترة 1 و2 و3 من 1 إلى 3 اعمل الشغلة التالية إلا هو مثلا عبيلي بالتكستبوكس 2 القيمة التالية هاي بتتكون بمنافس محاذاتها الآن ممكن تكون لاحظ 1 و2 و3 إلا هي 1 و2 و3 وصلنا طب 4 4 هاي هاي لكن بيحكي لك 4 إنها تكون أكبر من أو يساوي 4 4 و5 و6 و7 إلا ما لا نهاية مثلا هو بعد قد not in the money يبقى يحكي له قيمة ثانية فالselector ممكن يكون فترة محددة من إلى included 1 included و3 included فهنا 1 و2 و3 هنا is يعني إنه الselector قيمته أكبر من أو يساوي 4 فمعناته 4 داخلي 5 داخلي طب هيك 4 مش داخلي لهي داخلي هون ولا هي داخلي هون فأربعة مع else بدي يكون لها case else مثلا الآن الفترة من إلى بتم وضع 2 1 إلى 3 هون بدك تنتمي إنه بتم وضع is position هو يعني is هو هو أكبر من أو يساوي بالفترة هاي هاي select keys التطبيق المتقدم عليها باستخدام الفترة الفترة سواء كانت من إلى أو الفترة من نقطة وأكبر من أو أصغر من واحد نفس المثال بس طبق عليه الفترة بحكي كمان في نقاط بدك تنتمي لها إنه يكون حرفيا القيمة رح تدخل مثلا حرفيا بالstring مثلا ندخل نا yes yes أو no مثلا ندخل أو no الآن المشكلة بهذا الحرفيات هاي ممكن إنه الانديوزر يدخل no small letter أو no capital letter فكابت هابت المحلها تؤبر أو تلور الvariables المتغيرات تكون مثلا double integer الفترة من A إلى B يعني من 1 إلى 3 مش من 3 إلى 1 بعرفش يرجع بالعكس خلينا نشوف هاي كلهات هاي بيحكي لك كلها أمثري بدك تنتمي هاي مثال ثاني بيقول لك بدك تدخل اسم first name الآن first name اللي انت بدخله بدكون مدخل بالأعلى بمتغير اسمه first name first name اللي انت بدك تدخله بدك تتأكد إنه تم تدخله سواء small letter أو capital letter لاحظ هو دخل small letter يعني هم بدكون في عندنا خلينا نعمل هاي الجملة هم بدكون عندنا dem first name as string ويساوي الاشي اللي موجود مثلا ب text box one dot text هون فيش داعي احنا نحولو الى string لأنه هو بتم دخوله أو بتم تدخيله عشكل string هو مسمي first name تغير اي copy اي first إذن في تدخيل لاسم هون زي ما هو دخلوا ودرو الآن هذا الاسم اللي تم تدخيله بيعملوا كل تو upper بيعملوا كل capital يعني ودرو يعني لو جينا لهون قلنا لو دخلنا ودرو لنفرض انه دخل ودرو راح يدخلوا هيك بالشكل هاض راح بتو أبر يعمل هيك واضح انه تو أبر بعمله لانه ممكن انه يدخل small letter ممكن يدخل capital letter ممكن يدخل حرف الأول capital letter فيخربط بالتدخيل الآن اذا دخل فراغات مشكلة ثانية بدنا نحلها بالترن فهو بدخل الاسم الأول بناء على الاسم الأول إذا كان الاسم الأول قيم ثومسون بكتب لو كوريكت ودرو لاحظ ودرو بفحص capital letter الجزء الثاني لأنه عمل ها تو أبر بكتب له سوري his name هذا was ثومسون ودرو ويلسون ببدأ بثومسون أول إذا دخل president are you for real مثلا بعطي قيمة هنا nice try again بقوله ترى انت خربطت بالتدخيل دخل اسم صحيح فهي كان بقوله دخل اسمك وبتحقق منه ترى انت دخل ودرو هذا الاسم الأول صحيح مش صحيح إذا ودرو ثومسون صحيح بقوله correct فهي الفكرة من المثال هذا إنه لما تدخل أنت string يمكن يدخل هنا literary مثلا capital أو small فأنت تعالجه ب two upper أو two lower انت بدك تقليبهم كلاتهم إلى capital letter هاي واحد من النقاط اللي بحكي لك انه لازم تدبيلها انه انت لما تيجي تدخل string هون في تمرين ثاني تمرين الثاني بقولك بدك تدخل اسم season اسم season يعني اسم الفصل من السنة هل هو summer هل هو winter هل هو اعمل اللي خرج من المحاضرة يدخل كمان مرة في ناس تحكي لي انه خرج من المحاضرة لما تم القطع ادخل على الرابط مرة ثاني خلينا نكمل محاضرة حنا نسجل حتى اللي خرج المحاضرة بقدر يحضرها مرة ثانية season الآن بتدخل اسم season اذا دخلته summer بتعالج اللترالي اللترالي سترينج بتعالجبتو upper اذا كان winter بتعطيه انه الوينتر اللي هو الشتاء سمع 80 يوم تكتب لهون ترى winter هو مدخل summer 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 autumn fall الآن autumn fall الخريف الخريف بالنظام البريطاني بيقول autumn بالانجليز البريطاني بالانجليز الامريكي fall summer هو الصيف كل ياتهم هذول الفصلين الخريف باسمه اثنين والصيف هو 93 يوم 92 يوم للربيع 87 يوم للشتاء فلاحظ بناء على القيم اللي انت بتدخيلها بيحكيله كم يوم يعني لنفرض انه نعرف كم يوم فصل الربيع نحن فصل الربيع بنحكيله spring لكن ممكن انه ندخل spring ب شكل او بأحرف صغيرة اي copy بدي ادخل مثلا spring او ادخل ادخل هيك spring دخلت بأحرف صغيرة بما اني انا دخلت بأحرف صغيرة ما رح يقدر يتعرف عليها لانه بفحص الاحرف الكبير شو عملت مباشرة السيزون اللي انا دخلته بالتكست بوكس وان بقلب الى تو أبر بالفنكشن تو أبر بصير كله أحرف كبيرة بقدر انا اكتشفه وبقول 92 برجع له spring has 92 فهي كلها مشان معالجة ظل عندنا درس صغير الى 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 ادخل الرقم اذا كان الرقم الى انت ادخلته مد 2 يساوي 0 يعني هو رقم زوجي بكتب لها even غير ذلك بكتب لها odd هاي الف statement كيف ممكن نقلبها الى select statement الطريقة بسيطة جدا انو انا بدل الف statement بقل select case وباجي بعطيه الجزء الاول من الشرط اللى هو x mod 2 x mod 2 يعني 0 1 لاحظ يعني 0 1 فانا selector بنيت في معادل ما اخدتش في قيمة زي position ولا اخدت في قيمة زي summer season الفصول انا نتيجة معادلة بناء على المتغير اللي انت دخلته بالتكستبوكس 1 مثلا دخلت خمسة خمسة مد 2 1 بيجي لهون بيقوله انت حرف انت رقم odd فاحنا بنقسم الشرط الى قسمين عملية تحويل الى select case statement هاي بتبدأ f end f هاي بتبدأ select case end select وكل value بتتقسم الى افسها تمرين ثاني تمرين ثاني انو احنا نقلب اذا كانت الـ x اكبر من y فمنعطي ميسج انو x هي الاكبر غير ذلك y هي الاكبر الان كيف نقلبها ل select case نفس الاشي select case x اكبر من y الان النتيجية true او false لاحظ x اكبر من y اذا كانت value true او false boolean منذكرين هاي هي boolean اذا كانت true بقوله x فش عندي جانب ثاني زي اللي هون فش عندي نتيجة لا f يساوي 0 النتيجة كانت ضمنية بتطلع من المقارنة الـ relation اللي هي comparison true او false باجي بعطي قيمة value اللي هي true او false الان في نقاط يجب انك تنتبه لها اخر سلايد او اخر سلايدين انو الفترة اللي انت تبنيها من 1 الى ثلاث صحيح بمشي 1 و 2 و 3 من 3 الى 1 ما رح يمشي ولا رح يتعرف على اي واحد نرجع لبرنامجنا اللي هون لو اعطينا من 3 الى 5 ارب ارب هاي هون نعطي ارب رح يعطينا او كي نرجع النفذ بس نقلب الشرط 3 الى 5 الى العكس و نعطي ارب 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 طبعا راح اعطاني try again اعطاني هنا error بقول ترى 5 الى 3 ما رح تلقط فيها الاربعة ولا رح يجي على هاي الفترة فسلايد هذا بحكي بقول ترى الفترة يجب ان تكون من الاصغر لالاكبر من الاكبر لالاصغر غلط ما رح يلقط الان الاس لا تنسى الاس بالفترة اللي من رقم الى اكبر اذا انت حذفت الاس ما رح يشتك لو جينا لهون على الكود وقلنا له قليلا نرجع الكود هذا صحيح طبعا الكود هذا خربنا ما رح يجع هاي الفترة الان لو قلنا له هون من مثلا اكبر من او يساوي خمسة رح يعدل لي وحط الاس بدون اس ما بي سي لازم تكون الاس موجودة اكبر من او يساوي خمسة اي بيحكي عن هاي النقطة هو فالاس يجب ان تكون موجودة اذا انت احذفتها واتوماتيكليا بعيدها لكن ممكن هنا اذا كان في دبل كيت لوجيكال ارور هذا يسمى لوجيكال ارور منذكرين لوجيكال ارور لوجيكال ارور انه بتنفذ البرنامج لكن النتائج بتكون فيها اخطاء ما رح نقدر نكشفها لانه الاخطاء هاي بتعطي نتائج لكن معكس النتائج مثل دبل دبل دعنا مثلا هنا 1 هنا 1 2 4 هنا 1 وهنا 1 4 و 1 2 وهنا 1 4 ليس 2 موجودة وهنا هذه دبل دبل موجودة و موجودة هنا ماذا المشكلة بالدبل دعنا نعمر رح لحظة اثنين موجودة بالجزء الأول واثنين موجودة من واحد إلى أربعة واحد واثنين وثلاثة وأربعة اثنين موجودة اخرين حتى نكتبها صراحة أنها موجودة واحد واثنين وثلاثة وأربعة فهاي معناته أنه فيه double-cate value للسلكتور طيب شو اللوجيكا الإرر اللي موجود لو عطيناه اثنين رح نفذ أول واحدة بلاقيها ما رح نفذ الثاني فبيحكي هون الآخر سلايد اليوم بمحاضرتنا أنه إذا كان double-cate case statement value فيه رح نصير بلوجيكا الإرر ورح يعمل matching وتنفيذ لأول جملة بلاقيها منكون اليوم كمنا محاضرتنا عن السلكت كيس وراجعنا ال-f statement طبعا كان الهدف من مراجعة ال-f statement أنه إحنا نشوف كيف نقلب ال-f statement إلى select case لأنهم قريبات من بعض بس بتقسم الشر إلى اسمه مين فيه له أي استفسار على المحاضرة قبل ما نوقف التسجيب كمّلت أنا إذا أنا فتحت الحكي أسكر الحكي كمان مرة في حد يبدو يسأل وين مجد معنا مجد بدي يسأل كتار نعم فضل كتار مش هم يحكوا ما في حضره غياب آآ آآ إحنا مننوخوا بحضره غياب للي بحضروا تابع محهم في سؤال عندك على مادة اليوم آآ 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 الامتحان الأول إن شاء الله بدا Buddha ورفع فترة سوف يت posture كي ترج Christ علينا ورفع عنين الي البلاد ب média إن شاء الله بدونا Однако لأن الدكاتر الثانية يجب أن يبس مد سيكون هناك قرار سيكون هناك قرار مد أو مد أو مد سيكون مد شامل للمد كلها لغاية الآن ليس واضح الأمور دعونا نترك الأمور دعونا نركز على محاضرة اليوم بيجي بها القرار دعونا نتابعين دراستنا أول بأول لا نعطينا كوش غير درس وراجعنا لكل FSD يلا أنا سكرت المايكروفونات لأنه في ناس عندهم مايكروفون ناسين وشغال مع التليفون اللي بدي يسأل بابا انتظر منه هون لدقيقتين ثلاث إذا حدا بدي يسأل اليوم كان درسنا عن السيلكت كيس هيك مراجعة سريعة بدقيقة قبل ما ننهي التسجيل السيلكت كيس بمادة الفيجول بايزك السيلكت كيس بمادة الفيجول بايزك والإف ستيتمنت آمين في واحد بكتب لكتابه المحاضرة الجاية من بلقه رح يتم التبليغ يا رستم يتم الإعلام عنها بالإيميل المحاضرة الجاية طبعا ممكن أودلكوا تسجيلات كمان لمحاضرات تحضروها بتكون يعني بتناقش نفس المواضع اللي أخذناها بس من جوانب ثاني على الإيميل تحضروها ممكن أودلكوا كمان هوم ويرك بالأيام القليلة القادمة رح أبعث رابط المحاضرة المسلجلة لكم على الإيميل رح أبعث الرابط اللي بيسأل عن الرابط اللي بيسأل يفتح المايكروفون إذا بدك تسأل تتكلم كلام اللي بدك تسأل بدون كتاب لأن الكتاب بتأخذ وقت بإمكانك تفتح المايكروفون من عندك طيب أنا رح أظل معكو رح أوقف التسجيل رح ضل معكو الآن استوب ريكوردينج